أعدنا عليكم من جديد مشاهدينا وحديثنا لين في من حول العالم عن الجسور وتعد الجسور فنًا معمريًا ورمزًا للحديثة والتقدم ودورها لا يقتصر فقط على السفر ومنع الازدحام وتقليص المسافات بل أن بعضها اليوم يعد من أشهر المعالم السياحية واخترنا لكم اليوم بعض أشهر الجسور حول العالم بحسب موقع History of Bridges سنبدأ مع الولايات المتحدة الأمريكية وجسر Golden Gate الجسر البرتقالي الشهير الذي يقع في مدينة سان فرانسيسكو تم بنائه في عام 1937 ويعد الجسر الأكثر شهرة في العالم بدون منازع إلى بريطانيا وحديثنا عن التاور بريج هذا الجسر يقع على نهر التايمز في مدينة لندن تم بنائه في سنة 1894 ويتكون من قسمين قسم علوي وآخر سفلي قادر على الحركة للسماح قادر على سماح بالحركة للسفن الكبيرة والمرور تحت هذا الجسر نذهب إلى أستراليا وجسر Sidney Harbor الذي يقع في سيدني وقد تم بنائه في سنة 1932 بقرب دار أوبرا سيدني هذا الجسر غير مخصص للسيارات فقط وإنما أيضا للقطارات والمشاة والدراجات الهوائية واعتمادا على درجة الحرارة قد يتوسع الجسر أو يتقلص بنحو الثمانية عشر سنتيمترا نعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبروكلين بريج افتتح هذا الجسر سنة 1883 ويعتبر أقدم جسر معلق في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يربط بين منطقتين بروكلين ومنهاتن في مدينة نيويورك إلى إوروبا وتحديدا إيطاليا وهو من أقدم الجسور في العالم البونتي فيكيو يقع في مدينة فلورينس في فلورنسا وتم افتتاحه في سنة 1345 ويعتبر الجسر الوحيد في المدينة الذي صمد بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى يومنا هذا لا يزال المصمم الأساسي للجسر مجهول إلى فرنسا وبون ميلو أو جسر ميلو فيا جوكت هو من أطول الجسور في العالم وقد تم بنائه على نهر التارن في جنوب فرنسا تم افتتاح الجسر في سنة 2004 وهو أطول هيكل في البلاد بل أنه حتى أطول من برج إيفل حيث يبلغ ارتفاع الجسر ثلاثمائة وأربعة وثلاثة وأربعين متر إلى تشيكيا وتحديدا براغ وجسر تشارل الذي تم بنائه عام 1357 عبر نهر فلتافا وهو يربط بين المدينة وقلعة براغا الشهيرة التي تعد من أكبر القليع في العالم وتمتد على طول الجسر العديد من التمثيل التي تمجد مجموعة من الشخصيات الشهيرة ونختم مع كوكب اليابان وجسر أكاشي كايكيو وهو من أطول الجسر في العالم تم افتتاحه سنة 1998 عفوا بعد أن استمرت أعمال البناء فيه لمدة عشر سنوات وتم بنائه عبر مضيق أكاشي في اليابان إذن هذه أهم الجسور في العالم أكثر جسر أنت حسيت هيك غريب أنا أكثر الواحد يعني نحبه زرته شخصيا ويعني مبدع فيه إبداع مع ماري كبير هو البونتي فيكيو بفلورنس بإيطاليا كنت بدي أحكي نفس الشي لأنه لأنه أنا زرته واستغربت أنه كيف هناك يعني هاي محال تجارية في بعضها محالات ذهب واستغربت أنه يعني شو شعور الأشخاص اللي محلهم التجاري أو ساكنين ربما في الطوابق العلوية تحت أرض يعني خلصا الحاجة المهمة فيه هو أنه هذا الجسر تحديدا أولا أنه 1345 يعني مدة طويلة جدا من الزمن ثاني أنا الوحيد الذي بقى بعد الحرب العالمية الثانية ولم يدمر وإذا بحضيته يعتبر تاريخ كبير على عكس الجسور الأخرى حتى ولو بنيت في 1800 ولكن يمكن تعتبر كانت بأماكن أكثر لم تتعرض إلى مشاكل كبيرة على عكس ما تعرضت له فلورينس تحديدا في الحال العالمية ولكن كان شكله مختلف يعني في القدم أكيد أيضا يعني هذه الجسور التي تفتح أنا كمان شفت أنه هاي الجسور اللي بتفتح لحتى تمر البواخر كانت يعني في تركيا عندما رأيتها فعلا كانت غريبة بشكل كبير بالنسبة لي على كل حال يعني هذا فن معماري كبير وعريق ويعني أضعنا عليه كما دائما نضيء على كل هذه الأمور المهمة ترجمة نانسي قنقر